كل صباح الفل واليسمين الأحلى واغلى واروع مستمعين ومشاهدين مستمعين ومشاهدين اللي دعا الوطنية تونسية كمعلننا على الفيسبوك من البارحة ضيفتكم هذا صباح حيطار من الإدارة العامة للوكالة الوطنية لحماية المحيط الدكتورة نبيها بن مبارك دكتورة نورتنا لله صباح النور غدوة اليوم العالمي للليبيئة والعالم الكل يحتفل بالليبيئة من دمنهم تونس هل نحتفل بالليبيئة نهير في العام فقط تحنا؟ ليه على طول العام ليش خطر يمكن فيما برشا حاجات ما تظهرش أما هي موجودة معتها طوى الوكالة وطنية حماية المحيط الدخل وموجودة في برشا قطاعات وكل دونك احنا موجودين كبيئة وفهم المجتمع المدنيز يدخل معتها البيئة موجودة لكن ما تلاحظش دكتورة وانتي ريتك على الميدان تهبط وتابعة وبحثة في هذا المجال المنظومات البيئية ضربت في بلادنا تمست برشا كما في العالم الكل تمست منظوماتنا البيئية نقص كبير في المنطقة الرطبة ساعتنا نقولوا جاب ربي معناتها موجودة الحدائق والمحمية الطبيعية في تونس اللي دارة عامل الغابات قاعدت تحاول باش أنها تحافظ عليها بتبيعها بالتنسيق مع إدارات أخرى كما الوكالة وطنية حماية المحيط وغيرها وكالة حماية الشريط الساحلي وهذهما الكل يدخلوا باش يحافظوا وعلى أقل على المنظومات هذه اللي نحاولوا وما ننسيوش والمجتمع المدني عنده دور كبير ويعاون فينا برش في المجال هذا وفرصة زادة بشي قولوا لكم وتومها وبعد بش نرجع نتعرفوا شوي على الوكالة الوكالة الوطنية اللي حماية المحيط يعطيكم السحراء إطاراتها الكل والوكالة هذه اللي هي مكسب مكسب وطني للبلاد لنا أحنا قاعدين تعاملوا في مجهود جبار على مدار السنة يمكن تفهم البعض اللي يظهر منه عالميا والبعض لأخر ما نعرفوهش لكن الناس منتشرة تخدم يوميا والهجة سمتاحة أنها تحافظ على البيئة السليمة اللي بشي عيش فيها المواطن تونسي شعار اليوم العالمي للبيئة والاحتفالية العالمية كيف يكون تحت أي شعار هو الشعار العالمي اللي قالت عليه هالبرنامج أمم المتحدة للبيئة ونحتفلوا بها كل خمسة جوان ومنذ ألف وتسعمائة وسبعين ونحتفلوا باليوم هذية هو خاصة لتحسيس المواطن بأهمية البيئة متاعنا واللي قاعدة تنقص ياسر وتنقى رد البيئة متاعنا السناء الشعار هو المحافظة على المنظومات الطبيعية لمدة عشر سنوات القادمة خاطر لو كان الممتحدة قالت لو كل عشر سنوات القادمة ما نحافظوش على المنظومات متاعنا والبيئة متاعنا راهي مش تصير كارثة بيئية بامتياز معناتها نعم وريدكم أنتما معناها من الأولويات لعندكم المحافظة على هذه المنظومات البيئية لو كنا نأخذ فكرة على الوكالة الوطنية نقدمها للسادة المستمعين وخاصة في هذا المجال في عملها على المحافظة على المنظومات البيئية تعرفوا اللي الوكالة وقع أحداثها سنة 1988 فيها برشة إدارات قاعدة تخدم أول حاجة هامي ياسر هي دراسة مؤثرات على المحيط اللي صار فيها معتها بقانون تسمى أحداثها رقم 362 سنة 1991 اللي ينظم معتها بالنسبة للمؤسسات اللي عندها نشاط تجاري ولا صناعي ولا غيره أنه فما ينظمها تلتزم أشياء معينة ما تنجم تعمل المشروع متاحة إلا ما تصير هالدراسة هذية وهذا هامي ياسر بالنسبة لبلادنا مكسب كبير حاجة أخرى بين الإدارات يمكننا حكي في المجال اللي يهمنا أحنا هو فما الأوساط البيئية عندنا إدارة كاملة تتلها بالهواء بالطربة وبالماء في نفس الوقت عندنا إدارة أخرى الماء نحكي معناها الماء حتى البحر معناها ولا لا أي أي جزء منه بحر ما ننسيوش اللي عنا منظومة كاملة نتعام مراقبة أنا خبراء مراقبين اللي هما يتحركوا في الجمهورية تونسية كاملة صحيح عددهم صغير وإمكانياتهم شوية لكن يقوموا بعمل كبير وجبار عنا زادة المنظومة الطبيعية إدارة خاصة تهتم بالمناطق الرطبة مسجل باتفاقية دولية ومن أهمها هي الحديقة الوطنية بإشكل أحنا عنا نتابع في الحديقة الوطنية بإشكل عنا أكثر من عشرين سنة ثلاثة عشرين سنة بالضبط وعنا تقارير والعمل كل عام يمشي لليونسكو وهذا هم ياسر وننسيوش عنا زيد البحث العلمي نقعدين نشجع في البحث العلمي وعنا إدارة أخرى هي التحسيس خاصة في المجال التربية البيئية اللي ناشطة بصورة كبيرة على طول العام عندها هذه إدارة هم ياسروا عندها قيمتها في الوكالة إلى جانب بطبيعة إدارة أخرى تعاون دولي وغيروا صندوق مقاومة التلوث معناتها الوكالة يمكن قاعدين الخبارة متاحها والمهندزين والتقنيين يخدموا ب خدمة في العمق ونحييوهم فرصة لكن العمل متاحهم ما نشكوش في هذا الاحتفالية كيفاش انتم ما خليطوها الوكالة شنو برنامجها خاصة حسيت كونه مشيتوا لعمق الأشياء كنتمشيوا في بعض تحسيسي وتوعوي من خلال هذه الاحتفالية بشدوا مسبوع كامل تقريبا صحيح عليش تعرف احنا نعيش في ظروف استثنائية عنا أكثر من عام ونص جاي حمد الكورونا الكوفيد من نجمو نعملوا برشا حاجات نشاطات في الميدان وغير وخطر كنا نعملوهم برشا حاولنا أن نغيروا شوية من استراتيجية أن نهتموا خاصة بالمواطن والجانب الكوم معناتها أن نحاول الاتصال الاتصال هذي أهم ياسر معناتها مثلا بين الأشياء التي نعملوها أن نمتواجدين إن شاء الله في الإذاعة الوطنية على طول أسبوع وبش تسمعونا وتسمو حتى نشاطات الوكالة في الجانب هذي بالنسبة لنحنا مثلا في باهو الوكالة عنا شريط وثائق عملناه مع جمعية بأي ناشطة شبكة مدينتي على الحديقة الوطنية بإشكل اسمها التراث الطبيعي والتقافي بإشكل لنحاول أن يتواجد بصورة مسترسلة كيف كيف في مدينة العلوم وفي نفس الوقت عنا ما ننسوش اللي حطينا في الصفحة الاجتماعية متع الوكالة فيسبوك فما مسابقة إنتاج ومضة على المنظومات الطبيعية مفتوحة للنسكل للكبار لصغر أي مواطن يجب يشارك فيها وفما جوائز مرصودة لشي هذا معتا تتحط على الباش متعنا على الصفحة متعنا الاجتماعية من نهار أربعة مليون حتى نهار ثمانية من ذلك اللي موجودة على الباش فيسبوك متع الوكالة الوطنية لحماية المحيط هبطناها على الصفحة الخاصة متع اليداعي الوطنية التونسية أيضا في الإعلان صورة الدكتورة إلى جانبها هذه المسابقة المهمة جدا تشريك المواطن في صناعة المحتوى التوعوي والتحسيسي رائع جدا في الفكرة هذه وجوائز هامة ترسط للفائزين كنا قبل نعمل يما ناخذ المجتمع المدني نتعامل معه في الجانب هذا وإلا صغار حاولنا أن نغيره شوية نشاركوا المواطن أنه علش لا مواطن عادي نجمي تليفونه ويصوره ويوصل ويوصل محافظة على هذه البيئة والمنظومات الطبيعية وإلا لي ويوصل أخرى هذيكم يقعدوا من بعد الوكالة تحطهم في البج متاح متاح تحاول تستعملهم كما حامل نوصل بيهم المساج نبعدوا على العادي وعلى الشيء المعتاد أنه نحس وكيف تعاليق الناس هام ما يسر راه تعاليق الناس في صفحة متاح نا والأفكار تساعدنا ونصور أنه مجهود المواطن العادي الجمعيات وغيره لأنه نجمنا خرجنا من الأشياء العادية اليومية اللي رأوا فيها دكتورة نبيهة بن بارك وحضرتك دكتورة باحثة في هذا المجال إذا كنا نبسط هذه المعلومة لأستاذ المستمعين ما معنى أنه نحافظ على المنظوم بيت البيئية وكيف نحافظ عليها شنربح شوني نربح كانوا المواطن تقريبا البعض ما نفهم ما نحافظ على المنظوم مشكل لأن نستحفظ عليها شنية شنو نعيكاس عليها أنا كمواطن هو قبل سنوات قبل هذه عشر سنين تالي كنا نحاول أن نحافظ كان على الحيوانات يقول لك رد بالك على الحيوان الفلاني رد بالك عن نبات النبتة الفلانية ريهامة وهذا لكن اكتشفوا العلماء اللي مشتحافظ عليها هكالحيوان وإلا اكالنبات يجبك تحافظ على المكان اللي عيش فيه هكالمنظومة هذي كالكل اللي عيش فيها وهذا يلويش جيت كلمة منظومة معنتها إنسان طوى كيمشي يرمي البلاستيك في البحر وإلا يرمي في نقعده في البحر يرمي في البحر يمشي عوم ويلوح كيف كارل البلاستيك المواطن إذا كانت موت يموت الصلح في البحرية شمشي سيلينا الحريقة بيش تغخر وهذي قاعدين يشوف معنتها فما تسلسل بين الأشياء معتها موش يقول لك لأ مثلا ساعات نبتة تتناحى وإلا حتى حتى حشرة معتها تنقرذ ولا تبدأ ميش موجودة هذي كتأثر في المنظومة ككل هذي هذي وهذي كل فيش أثر إذا منظومة تنت واللي مختلة وما يش عوني كيليب ما يش فيش يصير فما الماء يش يتلوث فما لغسوغ سنتيغال الموارد الطبيعية متاعنا يش تنقص هذي يقول على شمش أثر على صحتنا واللي رو فيه توا قاعد معتها منظمة الأمم المتحدة قالت إلي 75% من الأمراض الجديدة هي من جراء معتها تأثيرات الإنسان وجاية من الحيوان الحيوان هو كان السبب عنيش خدرح نمشي ناله الحيوان نخليناه وش في طبيعته بدنا ناله المكان متاعه هذي كل ويش معنتها المنظومات هذه نجب نحافظ عليها معتها صحتنا الكوفيد توا تأثيراتها الكل راه لي ساعات واحدة حتى الأوب حاجة أخرى تصوروا معتها 4.7 مليون هكتار في العالم يتحرق من لغابات معنتها فيها الحيوانات فيها النباتات فيها منظومة كاملة فيها لهوة الأكسجين تفسوا فيه هذي كل عنده تأثير مثلا المناطق الرطبة المنظومات هذي اللي العباد يقول لك سبخة ما عنده حتى قيمة ولا بحيرة خليني نرمي فيها وإلا لي خليني نسحف أنا ونبني فيها هذي كل أثر سمحني الأمطار وفيضانات اللي قاعدة تسير وتغيرات المناخية من جرى هذي اللي صار في أريانا ولا سنتين في أريانا في سليمان في سليمان سبخة سليمان اللي سكرنا عليها معاشو سليلة بالضبط خطر كلها وليت بنايات هذي كل وليت حتى سبخة الماء يركض فيها وهذا يأثر يكثر من نموس معنتها ساعة الإنسان ميخمل تقول النموس من وين هاي هاي عنصر من العناس اللي ساهم زادها في النموس سكرنا عليها السبخة ركد الماء جابنا النموس هذي كل ويأثر نصف معنتها المناطق الرطبة هذي في العالم مشيت معنى محل تقولها وليت بنايات نجيوا في مواد متعدي وإحنا نجيوا نبنيوا بجنبه ونقولوا كيفاش الطبيعة ري ترجع لأصلها فمتني احنا يزننا نحاول نبدلوا شوية خطر هذيك هو الحل حكاية ثقافة وعقلية عقلية ونقربوا منها البيئة نحسوها أنها هي جزء مننا نفتحوا لها نقربوا لها هكا نتصور بيش نقربوا لها نزرعوا سجرة الحديقة حتى كان معنا حديقة نزرعونا بديت معنا الإخذرار نخليه بجنبنا ونتصور أنه حتى أولادنا توسعات الصغار يبدأوا ويعين أكثر من الوالدين يخاف على قطوس يخاف على حيوان يحب يشوف هذي هميس راورة وكل مرتبط ببعضه هذي كل ويش طوى ووليت أنه يلزمنا هالمنظومات هذه نحفظ عليها نختم بإشكل تماني عليها وحضرت باح ثوريتك حتى تتابط على الميدان في إشكل والتابع في هذه المنظومة نختم بها أعطيني فكرة على إشكل هل نحن في الطريق الصحيح مستحوضين على المنظومات البيئية داخل هذه الحديقة المحمية إشكل من برشة الناس ما يعرفوش اللي هي من أندر المناطق في العالم مسجلة بتاتفاقية الدولية اللي هي ترث عالمي طبيعي محمية محيط حيوي الثنين نتعليونسكو وفي نفس الوقت منطقة رطبة مسجلة باتفاقية رمصار الدولية اللي أحنا في تونس عنا و41 منطقة رطبة مسجلة باتفاقية رمصار إشكل مشكلتها الماء معناتها تعرفو لتونس عنا نقص كبير في الماء ونعيش فترة صعبة ياسر منذ العديد من السنوات حتى 2030 وأكثر هذيك الأودي اللي كانت تصب الماء لإشكل الكل هولت سدود تعمل في البرنامج أنها تصير ثلاث سدود بعد ثلاث سدود أخرى إيكولوجية مع تلمية متاحة يتعطى الإشكل لكن يظهر تغييرات في البرنامج وهذا أثر بارش عن منظومة إشكل المنظومة اللي نعرف هنا القديمة أنه الماء المال حلو مع الماء المالح هو يخلي المنظومة هو أهلي المنطقة يقول إشكل ستة شهور حلو وستة شهور مالحلو هذا هي المنظومة القديمة ضربت شوية بعتبرك السدود يتعاملت من تالي مع تشوص للماء الحلو للمنظومة هو الحل كان بناء بوابات البوابات هذومة على ويت تينجا اللي هو يصب في بحيرة بنزرت ومنها للبحر للبحر نسكرها وقت تنخفض الملوحة لإخر الربيع وترتفع على الملوحة وهذه تسير فيها الوكرة وقت نحيمية المحيط لدينا برنامج متابعة علمية موجود عنده أكثر من 23 سنة نقوم به متابعة النباتات نوعية الماء وغيره حيوات كل شيء حسينا رغم البرنامج ورغم هالبوابات هذية وعنده تأثير سلبي هو أنه انفازمان فمارفاز وكل لكن أثرة توا مثلا إشكل الملوحة متاحة 30 جرام في اللتر وهذه ملوحة الصيف وهذه ينجم ونسبة العادية قدش نسبة العادية توا أقل من 10 جرام في اللتر حتى حتى الطيور نحن نتابعوا الطيور ونباتات وغيره ومتابعة متواصلة ماهيش واقفة معتها الدولة ترصد الإشكل معتها أموال بايش نتابعوا هالمنظومة هذية ونحافظوا عليها عليش خطر أحنا هل منعناها توا منعتش ولا مزال يزيم تدخل أنو نصلح المنظومة المائية نمروا بسنوات جفيف وفما لجنة عملت بشتتلها بالحكاية هذية واحنا منشتكتين كوي كالا خطر هذيك جزء مننا وهذيك مش متاعنا احنا بركة نتاع العالم الكل إشكل نتاع العالم الكل تراث إنساني هي تراث إنساني دكتور نحب نشكرك على تلبية الدعوة اليوم نبيها بن مبارك أعطيك ألف صحة أختي العزيزة لكن مش ندلوا عليك روالأسبوع القادم الكل مش ناخدوا معطيات سواء تجيب أحدنا وتنورنا وتشرفنا سواء بالتليفون أنه نحب نوصلوا ونبسطوا المعلومة يعطيك الصحة كيفاش وصلتها زادة لسادة المسامعين نشكرك برشا على الاستضافة هذا يا واش وربي خليك دكتورة نبيها بن بارك إيطار في الإدارة العامة للوكالة الوطنية لحماية المحيط نورنا وتشرفنا اليوم بمناسبة احتفالنا غدوة باليوم العالمي للبيئة واحتفالية مش ندوم أسبوع كامل مش نتواصلوا معها ومعا وخيانا في الوكالة حتى نسلط الضو على هذه المنظومات الحياتية الإنسانية تراث إنسانية تقلك وتهم الإنسان وتوى ومستقبلا وليداتنا شكرا لك يومك سعيد